قتل ما لا يقل عن 14 جندياً باكستانياً صباح هذا الخميس في عمليات انتحارية وقعت خلال عرض عسكري في مركز للجيش في مدينة مردان في شمال غرب البلاد التي تشهد موجة من العملية الدموية تقوم بها حركة طلبان حليفة تنظيم القاعدة مصالح الشرطة الباكستانية في مردان أشارت إلى أن الانتحاري فتن كان يرتدي زيان مدرسياً اشتركوا في القناة